السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء الطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى بتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن مين؟ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام من نور تعالوا مع بعض النهاردة نراجع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث من أحاديث النبي تحت عنوان الحرية والمسؤولية فاكريني يا أولاد لما تكلمنا عن الحرية وقلنا إن الحرية ده أساس وصفة لازم يتصف بيها الإنسان لأن الإنسان بيشعر بيها والحيوان وكمان الطير حتى الطير بيشعر بالحرية وقلنا إن الحرية دي صفة نافعة جدا للإنسان ونافعة جدا للمجتمع اللي بيتصف بيه الحرية بس ما تكونش مطلقة ليه يا أولاد ما قلنا ما تكونش الحرية مطلقة اتفقنا أن حريتك تقف عند حريات الآخرين اتفقنا أنك حر ما لم تضر إن الحرية المطلقة اسمها إيه؟ اسمها فوضى مايش حرية إنما الحرية لازم يكون لها حد لازم يكون لها حد لازم تكون وإنت حر بتكون مسؤول عما تفعل لأن الحرية والمسؤولية إيه؟ توأمان هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده؟ فاكرين لما قلنا أن المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده عامل زي سفينة في قوم اقترعوا عملوا قرعة عشان بعضهم يسكن فوق وبعضهم يسكن تحت فلما كان الناس اللي تحت أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء يجيبوا مية من البحر يعملوا إيه؟ يطلعوا فوق عن ناس اللي فوق يعد عليهم ويجيبوا مية وينزولوا تاني فقالوا اتفقوا مع بعض لو أننا فتحنا فتحة هنا جنبنا بدل ما كل شوية نطلع ونؤذي من فوقنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلو الناس اللي فوق تركوهم وما أرادوا تركوهم واللي هم ما عايزينه إلا هيحصل هل أغهلكوا جميعا الناس كلها هتغرق اللي تحت واللي فوق لأن السفينة هتغرق صح؟ وإن أخذوا على أيديهم منعوهم نجوا ونجوا جميعا كلهم هينجوا بس اتفقنا يا أولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا خذوا على أيديهم بالقوة أي يمنعوهم تمام؟ قلنا أن يمنعهم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموهم في البحر ارموا الناس دي عشان عايزين يهلكونا؟ لا علمنا أن احنا نأخذ على أيديهم من الفعل ما يعملوهوش بس إيه؟ تحت إطار وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لما نرى ناس تفسد في المجتمع بنعمل إيه؟ بندعو بالطريقة السليمة تعالى كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا تعالى كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث؟ بيقول لك إيه؟ مثل القائم على حدود الله اسمع وتعلم النبي بيقول إيه؟ مثل القائم على حدود الله يعني إيه مثل؟ يعني إيه مثل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شبه القائم على حدود الله أصل المثل دي معناها شبه يعني مثل شبه القائم على حدود الله شبه إيه بقى؟ هنتعلم لسه من الحديث مثل معناها إيه؟ شبه طب الجمع إيه؟ أمثال مثل القائم على حدود الله من هو القائم؟ القائم ده اللي هو اللوائف؟ آه يا معناها الحرف كده لكن اتفقنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن القائم على حدود الله يعني المسؤول أو المتولي أو المشرف على حدود الله ممكن يكون الحد ذا الحاكم صح؟ مثل القائم على حدود الله آه هي إيه أصلا القائم على حدود الله؟ هي حدود الله هي إيه؟ اللي ربنا حد بيه بأمره نهي اللي أمرنا بيه ونهينا عنه هي دي حدود الله أوامر ونواهي أمرنا ونهانا عنها الله سبحانه وتعالى يبقى حدود الله هي أيه الأوامر والنواهي مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني إيه الواقع في حدود الله يعني مخالف لحدود الله يبقى القائم هو المحافظ عليها على حدود الله ممكن يكون الحاكم والواقع فيها هو المخالف لحدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أولا تعالى كذا قل لي فكرين مواطن الجمال في مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الجملة دي بس لما قلنا أن القائم على حدود الله احنا بنعرف الجماليات إزاي أولاً إحنا طبعاً فاهمين الشرح لازم نكون فاهمين معاني الكلمات وفاهمين الشرح عشان نقدر نستنبط الجماليات نفهمها قلنا إن القائم على حدود الله القائم إحنا قلنا إيه تعبير جميل حصل في إيه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المحافظ على حدود الله بالإيه بالقائم القائم ده اللي هو زي ايه مثلا بيكون قائم على الحاجة الحارس للحاجة مش الحارس دايما بيكون قائم عليها عشان يحافظ عليها يبقى القائم على حدود الله تعبير جميل صوره النبي صلى الله عليه وسلم المحافظ على حدود الله والمتمسك بها بايه بالقائم عليها تمام والواقع فيها ما خدتش بالك من حاجة القائم على الحدود والواقع القائم والواقع كلمتين بينهم ايه تضاد والتضاد بيعمل ايه بيوضح المعنى يبقى القائم والواقع تضاد يؤكد المعنى ويوضحه مثل القائم على حدود الله احنا قلنا القائم كده النبي صوره بالحارس طب الواقع فيها النبي ما صورهش بحاجة قلنا ان الواقع فيها تعبير جميل صور فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يخالف مش احنا قلنا الواقع يعني المخالف صور من يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى بانسان يتخطى الحدود يخالف يرتكب المعصير بانسان ايه يتخطى الحدود وقع في الحدود كمثل قوم يعني شبه قوم كمثل قوم استهموا على سفينة هو دلوقتي احنا قلنا مثل يعني ايه يعني شبه يبقى شبه القائم على حدود الله والمحافظ عليها واللي بيقع فيها وبيخلفها مثل مين بقى تعلم تعلم قوم ايه هما القوم يعني ايه قوم قوم يقول ليه جمعها من الناس جمعها اقوام كمثل قوم يعني ايه كمثل قوم استهموا على سفينة يعني النبي بيقول لك ان القائم على حدود الله والوقع فيها زي قوم استهموا على سفينة اقترعوا استهموا اقترعوا عملوا ارعى على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها واصاب وبعضهم اسفل يبقى فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفل اعلاها واسفلها بينهم ايه تضاد يؤكد المعنى ويوضحه فاصاب بعضهم اعلاها يعني ايه اصاب بعضهم اعلاها يعني اخذ بعضهم اعلاها او حصل على او نال بعضهم اعلاها أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها طب أصاب دي أصاب عكسها إيه إحنا قلنا أصاب معناها نال عكسها خسرة أو فقد فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم اللي في أسفلها إذا استقوا يعني إيه إذا استقوا؟ يعني أرادوا الشرب إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم هي فوقهم دي عكسة هي أحسنتم تحتهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا لو أن خرقنا يعني إيه خرقنا فتحنا ولا ثقبنا 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 فتحنا فتحة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا عرفين نصيبنا لم أقول هذا الجزء من نصيبي اللي هو إيه الجزء اللي بيقيموا فيه اللي بيمتلكوا هو أسفل السفينة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا لم نؤذي من فوقنا لم نؤذي يعني إيه لم نؤذي يعني لم نذر لم نؤذي لم نذر طب عكس نؤذي إيه لأيه عكس نذر ننفع ننفع وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مين اللي تَرَكُوهُمْ مين اللي هيترُكُهُ مين اللي هيترُكُهُ لهم الناس القوم اللي فأعلى السفينة فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا استنى فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هم أرادوا إيه أرادوا أن هم يفتحوا ثقب أو يخرقوا خرقا في أسفل السفينة لو تركوهم وما أرادوا حصل إيه؟ هلكوا جميعا يعني إيه هلكوا؟ غرقوا ولا ماتوا؟ اللي اتنين صح هلكوا جميعا ماتوا جميعا أو غرقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم طب استنى هلكوا عكسها إيه؟ عكس هلكوا أو غرقوا أو ماتوا عكسها نجوا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم يعني أخذوا على أيديهم مسكوا إدهم ولا إيه؟ منعوهم معناها إيه؟ منعوهم فإن أخذوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نجوا ونجوا جميعا اتفقنا ان عكس النجاة الهلاك فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا احنا قلنا القائم على حدود الله صوروا النبي بالحارس والواقع فيها صوروا بالإنسان الذي يتخطى حدود وقلنا ان القائم والواقع بينهم تضاد وأعلاها وأسفلها بينهم تضاد طب لو قلت لك دلوقتي فإن تركوهم وأخذوا على أيديهم هي تركوهم ده مش عكسها منعوهم اللي هي أخذوا على أيديهم يبقى تركوهم وأخذوا على أيديهم بينهم ايه تضاد بيأمل ايه؟ بيؤكد المعنى ويوضحوا أحسنتم فيه تضاد تاني قدامك ركز كده فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا يبقى هلكوا ونجوا تمام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا التعبير ده بيدل على ايه؟ مش بيدل على النتيجة اللي هتحصل لو أن الناس اللي في أعلى السفينة أو القوم اللي في أعلى السفينة تركوا اللي في أسفل السفينة يأخذوا حريتهم المطلقة آه يعني كده لو سبنا الحرية المطلقة ليهم هيه لكم يبقى تعبير جميل فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا تعبير جميل بيبين أو يوضح عاقبة الحرية المطلقة تعبير جميل يوضح سوء عاقبة الحرية المطلقة فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم إحنا قلنا التعبير هنا بيدل على إيه على منعهم يبقى تعبير جميل مش أخذوا على أيديهم معناها أمنعهم تعبير جميل يدل على إيه منع الوقوع في الخطأ منع الوقوع في الخطأ وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يبقى شفت كلمة جميعا ده إيه نجوا ونجوا جميعا شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص حريص على نجاة السفينة بالكامل اللي هي بتمثل إيه المجتمع أحسنتم يبقى النبي كان حريص عليه ينفع نقولها تعبير جمالي آه طبعا لأن منقول ونجوا جميعا تعبير جميل يدل على حرص النبي أو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نجاة المجتمع تعال نشوف بعض التعبيرات اللي احنا قلناها سريعا احنا قلنا إن الحديث في متضادات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم جايب لنا المعنى ونقيده أو ضده عشان يوضح المعنى ويبرزه زي إيه قلنا القائم والواقع القائم على والواقع فيه قلنا إتاني أعلاها وأسفلها قلنا إتاني هلكوا ونجوا قلنا إتاني يتركوهم أو تركوهم وأخذوا على أيديهم يبقى احنا عندنا كل ده تضاد يبرز المعنى ويوضح وقلنا القائم على حدود الله صوروا النبي بالحارس المحافظ والواقع فيها صوروا بالإنسان المخالف للحدود أو المتعدي للحدود تمام لو قلنا إتاني فإن تركوهم وأرادوا بتدل على سوء عقبة إيه الحرية المطلقة أخذوا على أيديهم دل على إيه منع الوقوع في الخطأ نجوا جميعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة المجتمع بعض الجماليات اللي اتكلمنا عنها معاني المفردات والمضاد تعالى أسألك كم سؤال عن الحديث النبوي الشريف وتجاوبني زي ما بنتفق كل مرة من غير مبوص للإجابة وتشوف إجابتك صحة ولا لأ لو قلت لك ما صفات القائم على حدود الله تدخيل كده القائم على حدود الله ممكن تكون صفاته إيه العدل بيطبق القانون على نفسه أولا ثم على أفراد المجتمع مش احنا قلنا ممكن يكون الحاكم تمام تمام لو قلت لك بما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على حدود الله والواقع فيه مش انا قلت لك مثل يعني شبه يعني إيه مثل يعني النبي شبهه بإيه هتقول لي شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على سفينة نال بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها يبقى القائم على حدود الله والواقع فيها قوم استهموا على سفينة بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها تمام لو قلت لك لماذا تأذى أهل الطابق الأعلى من أهل الطابق الأسفل بيأذوهم ازاي لانه كان يصبهم بعض الاذى من الماء او ممكن نقول يا ولاد انه كانهم يصعدوا الى الاعلى لما اهل الطابق الاسفل لما كانوا بيصعدوا للطابق الاعلى ليستقوا من الماء يزعجون ازعجوا واقلقوا اهل الطابق الاعلى صح طب لو قلتلك هي السفينة دي النابي صلى الله عليه وسلم بيشير لها بايه مش للمجتمع تمام بتشبه المجتمع طب الناس اللي بتسكن السفينة القوم دول مين افراد المجتمع طيب الناس اللي في اسفل السفينة لما خرقوا خرقا هو الخرق ده بيدل على ايه بيدل على التعدي على حدود الله هل بتأبت معناها معطية الله سبحانه وتعالى نعم طب دلوقتي لو قلتلك كيف تنجو السفينة او بمعنى صح كيف تنجو سفينة المجتمع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تنجو سفينة المجتمع عندما يمنع عندما نمنع المفسدين فيه بكل وسيلة ممكنة عن فسادهم ونحمي المجتمع منهم ونقدم المصلحة العامة على المصلحة ايه الخاصة تب لقلتلك احنا تعلمنا ايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمنا ايه اتعلمنا خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمنا وجوب الالتزام بحدود الله وبمنهجه واتباع اوامره واشتناب نواهيه اتعلمنا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبنحرص دايما كما النبي علمنا الحرص على ايه نجاة المجتمع وسلمته صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتعلم منه دايما كل ما يفيد وينفع فكلام النبي صلى الله عليه وسلم دائما نافع ودائما مفيد ما ينطق عن الهوى انهو الا وحي يوحى تعلم من كلام النبي زاكر واكتهد وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل بالتوفيق ان شاء الله عز وجل والتفوق الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته